أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطع غزة وخلال استقباله وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي شدد الرئيس السيسي على اعتزام مصر معاصلة جهودها بتنصيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطع غزة محذرا من الخطورة البالغة لتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربيبة مما يزيد مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دوليا ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي ووفد الكونغرس الأمريكي الدور المصري الراصخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة من جهته أكد ووفد الكونغرس الأمريكي دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة والدور القيادي في تقديم وتنصيق وإيصال المساعدات مضيفا أن زيارته للمنطقة تستهدف دعم مصار التوصل إلى تفاق لتبادل الرهاء والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة كما تطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع بالسودان حيث أكد رئيس السيسي مواصلة مصر لجهودها المكسفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ودعم جميع المصارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة بالسودان ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق وتناولت المناقشة أيضا الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها ومن الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب من جهتهم أكد أعضاء كونغرس أوفد الكونغرس الأمريكي تقديرهم البالغ للمواقف المصرية مؤكدين مواصلة التشاور والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر